سلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم بقناتي قناة طبخ من بغداد اليوم رح أقدم لكم مجموعة أخرى من الصلطات والمقبلات سهلة طيبة ثريعة إن شاء الله تجربوها وتعجبكم وأتقدموها في مناسباتكم أو في سفراتكم اليومية أو في شهر رمضان المبارك إن شاء الله تجربوها وتنار رضاكم أذكركم أكون في القناة ألبوم كامل للصلطات والمقبلات يحتوي على أكثر من 30 نوع إذا حبيتوا تشوفون الأنواع الأخرى رح أخلي لكم رابط الألبوم في صندوق الوصف ومثبت في التعليقات قبل ما نبدي بالفيديو مالتنا لليوم إذا كانت هذه زيارتكم الأولى للقناة وحبيتوا الفيديو أتمنى تشتركون بقناتي وتفعلون الجرس حتى توصلكم إشعارات في كل مرة أنزل بيها فيديو جديد كل المقادير كتبتها في صندوق الوصف نقول بسم الله ونبدي بطريقة العمل أول نوعويان اليوم هو امتبل الأخيار عندي هنا كميات متساوية من الأخيار والجزر عندي هنا حبتي من الأخيار غسلتها وقطعتها شرائح وعندي حبة كبيرة من الجزر قشرتها ثم قطعتها شرائح كلش رفيعة ضروري تكون الشرائح أو الحلقات كلش رفيعة حتى تتبل ويانا بصورة جيدة رح أضيف الجزر والأخيار في وعاء وأبدي أتبلها عندي هنا ملعقة طعام من الكتب وملعقة طعام من الصاص طبعا بعدين إذا شفنا أن الخليط يحتاج شوية صلصة نزيد كمية الكتب رح أضيف أيضا ما يقارب ملعقة طعام من دبس الرمان إذا حبيتوا تكون حمضة أكثر تقدرون الزيدون الكمية لكن هذه المقادير جدا كافية رح أضيف أيضا رشة من النعناع المجفف وأبدي أخلطها لاحظت أنه تحتاج شوية كمية أكثر من الصلصة فرح أزيد كمية الكتب نضيف فقط كتب يعني لزيدون المقادير الأخرى طبعا ما يحتاج أنضيف ملح لأن الصلصات اللي ضفناها جدا كافية هسا رح نتركها نص ساعة التبل بعدها تكون جاهزة للتقديم وأول نوع ويانة صار جاهز ننتقل للمقبلات الثانية ويانة هي اليوم مقبلات الفول أو الباقلة عندي هنا علبة من الفول الحبة الناعمة إذا تحبون تستخدمون العلب أو تحبون أنتوا تستخدمون الفول يعني أنتوا تسلقوه استخدمت أنا علبة من الفول الجاهز صفيتها من الماء ماتة وخليت ويا حبة طماطة كبيرة ثرمتها ناعم وكمية من المعدنوس أو البقدونس أيضا ثرمتها ناعم رح أخلي كل هاي المكونات في وعاء وأبدي أتبلها عندي هنا ضفت لها ملعقة طعام من زيت الزيتون ونصف ملعقة الشاي من الكمون وكمية من الملح طبعا كمية الملح حسب التدوق رح نخلط المكونات مع بعضها ونشوف إذا تحتاج ملح نقدر نضيفلها صلطة جدا طيبة جدا سهلة بهشكل هذا صارت جاهزة رح ننتقل هسا لتحضير صلطة الماكرونة البيضة طلبت من عندي أعيد تصويرها بمقادير أقل رح نبدي بالصلصة عندي هنا من الأقطين طعام من اللبن الزبادي مع أربع ملاعق طعام من الراشي أو الطحينية دائما كمية الراشي ضعف كمية اللبن رح أضيف أيضا عصير ليمونة كبيرة وكمية من الملح طبعا بالنسبة لي الملح والحامض فما نضيفها مباشرة بكمية كبيرة نضيفها شوية شوية وحسب التدوق رح أضيف أيضا رشة من النعناع المجفف ورح أبدي أخلط المكونات مع بعضها هذه المقادير تكفي لكوب واحد من الماكرونة أو ربع كيس من الماكرونة صارت الصلصة جاهزة بعد انخلطتها هسا رح أضيف بقية المكونات عندي هنا كمية من المعدنوس أو البقدونس ترغمتها بها شكل هذا مع حبة طماطع وحبة خيار عندي هنا كوب من الماكرونة بالنسبة لي الماكرونة فأني هنا نسلقتها بالكامل ماكرونة مسلوقة وجاهزة كمية من المي تركتها تغلي بعدين ضفت لها رشة من الزيت ورشة من الملح وضفت الماكرونة إلها بعد أن استويت صفيتها وغسلتها وتركتها إلى أن تبرد تماما استخدمت كوب واحد فقط من الماكرونة أو ما يقارب ربع كيس من الماكرونة بالنسبة للشكل تقدرون تختارون أي شكل يعني يعجبكم ضفت هسا كل المكونات ويا الصلصة وخلطتها هسا ما رح نتذوق فيما لو كانت تحتاج حامض أو ملح رح نتركها نصف ساعة بعدين يلا نتذوق حتى ننطي مجال الماكرونة تمتص النكهات اللي يضفناها بالصلصة ونشوف تحتاج ملح نضيف لها تحتاج حامض نزيد لها وبه الشكل هذا هذه المقبلات إذا حفظتوها خلوها في حافظة مغلقة وإذا شفتوها نشفت تقدرون ترشولها كمية من المي وتخلطوها وترجعوا إياكم تمام طبعا هذه مقبلاتي مفضلة أحبها تكون باردة وأحبها تكون شوية بيها حموضة رح تطلعوا إياكم كلش طيبة به الشكل هذا صارت المقبلات هذه جاهزة رح ننتقل هسه إلى الصلطة الروسية أو صلطة البطاطة والخضروات بالمايونيز عندي هنانا حبة بطاطة كبيرة قطعتها مكعبات به الشكل هذا لا كلش صغيرة ولا كبار رح أخليها في قدر ورح أخليها على النار إلى أن تنسلق وتستوي بالكامل بعد أن تستوي بالكامل وتنضج رح أصفيها من المي الساخن رح أضيفها مباشرة في مي بارد جدا هذه الخطوة جدا مهمة حتى يتوقفوا إيانا عملية طبخ البوتيتة ومتى المرد رح أتركها بالمي البارد تقريبا خمس دقائق مرات أشوف بنات مساوين هذه الصلطة لكن سالقين البوتيتة وهي كاملة ثم يقطعوها مكعبات هذا شي مو صحيح ورح يطلعوا إياكم شكل المقبلات كلش محلو وتنمرد ضروري تنسلق البوتيتة به الشكل هذا تتقطع يلا نسلقها بعد أن بردتوا ياني البوتيتة أو البطاطة رح أضيف كمية من الجزر والبازالية طبعا استخدمت آني المعلبة إذا تحبون أنتوا تسلقون الجزر بنفسكم أو البازالية واضيفوها أيضا حسب رغبتكم ضروري تكون كمية البوتيتة أكثر من البازالية والجزر رح أبدي هسا أضيف الصلصة عندي هنا ضفت ملعقة طعام كبيرة من اللبن الزبادي وأربع ملائق طعام من المايونيز بالنسبة لي المايونيز فنقدر نزيد كميته حسب حاجة الخليط اللي رح يطلعوا إيانا ضفت أيضا ملعقة طعام من زيت الزيتون ورشة من الملح رح أبدي أخلط المكونات مع بعضها ولاحظت أنه كمية الصلصة جدا كافية فما يحتاج زيت كمية أكبر من المايونيز وأيضا إذا وقتها وشفتها ما يحتاج ملح دائما كمية الملح ضيفوها شوية شوية وإن زيت بالتدريج سواء ملح أو حامض هذه الأشياء أنتوا تقدرون تتحكمون بها حسب الكمية تتحضروها رح أترك المقبلات تبرد وبهالشكل هذا تكون جاهزة آخر نوعويان اليوم هو امتبه للبيتنجان عندي هنا حبتين من البيتنجان غسلتها وخليتها في قالب للشوي رح أثقبها بهالشكل هذا وأدخلها للفرن تقريبا نصف ساعة تحبون تشوها بالفرن أو تحبون تشوها على الطباخ حسب رغبتكم دخلتها للفرن تقريبا نصف ساعة على أعلى درجة حرارة شويتها من الأعلى والأسفل بنفس الوقت بعدين صارت بهشكل هذا فتحتها وتركتها شوية تبرد بعدين رح أفصل لب البيتنجان عن القشر والتركة يبرد شوية بعدين أضيفة في محضرة الطعام إذا ما تحبون تخلطون الامتبل في محضرة الطعام تقدرون تستخدمون الشوكة يعني إذا تحبون يكون شكلة شوية يمبين للبيتنجان بعد أنبرد البيتنجان ويانة ضفتها في محضرة الطعام رح أضيف له ملعقة طعام كبيرة من اللبن الزبادي وملعقتين طعام من الراشي أو الطحينية رح أضيف أيضا ملعقة طعام من عصير الليمون ينطيها نكها كلش طيبة وفستوم قطعتها بهشكل هذا فستوم واحد ورشة من الملح كمية الملح أيضا نزيدها تدريجيا إذا يحتاج الخليط ملعقة طعام من زيت الزيتون ورح نخلط كل المكونات مع بعضها وبهشكل هذا تكون جاهزة رح نجهزها لطريقة التقديم أما تستخدمون الصحون الخاصة بالمقبلات اللي تكون مقسمة بهشكل هذا أو تقدرون تستخدمون كاسات صغيرة أو إذا أنتم سوين كميات كبيرة تقدرون كل نوع تخلوه في صحن كبير واتقدموا بألف عافية على سفرتكم وهذا شكل المقبلات أو الصلطات مالتنة بعد أن جمعتها مع بعضها ألوانها روعة طعامها يخبل طريقة عملها مثل ما شفتوا جدا بسيطة هي مجرد أفكار وخطوات بسيطة نحصل من خلالها على طبق صلطة جدا مميز أذكركم أكو بالقناة ألبوم كامل خاص بالسلطات والمقبلات إذا حبيتوا تشوفون الأنواع الأخرى رح أخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ومثبت في التعليقات هذه كانت وصفاتنا لهذا اليوم يارب يكون الفيديو عجبكم إذا حبيتوا لا تنسوا تخلوه لي لايك وتشاركون الفيديو بين الأصدقاء واللي بعدما مشترك بالقناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس حتى توصلك إشعارات في كل مرة أنزل بيها فيديو جديد شكرا للمتابعة وإلى اللقاء